السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عصام الخطيب من قناة جولة ومعلومة. النهاردة جولتنا هتكون في بلد غريبة الاطوار. بلد فيها حاجات جميلة وحاجات غريبة انت لا يمكن تتوقحها ولا يمكن تختر على بالك. البلد اللي بتعمل اكبر حدث مهم عندها هو مسابة السلاصير. البلد اللي فيها اكتر من مية وخمسين تمثال املاق. البلد اللي فيها العملة بتاعتها بتتعامل بالعملة البلاستيكية. البلد اللي راحة اتنين وستين الف سائح ورفض ان هم يسيبوها ومازالوا موجودين فيها حتى الان. وفي الحلقة دي هنتكلم عن اغرب الحاجات الموجودة في البلد دي. واللي انت لا يمكن تختر على بالك. حاجات غريبة جدا. وحاجات ممتعة جدا. خليك معانا لنهاية الفيديو. لو كنتم من متابعي قناة جولة معلومة ادعمنا باللايك. ما تنساش تعمل اللايك. واشترك بالقناة. وفعل زر الجرس. عشان يوصلك جديد الفيديوهات. جولتنا النهاردة هتكون في بلد جميلة جدا. وبلد كبيرة جدا. البلد دي. عشان مساحتها كبيرة. اصبحت كارة مستقلة بذاتها. جولتنا النهاردة هتكون في استراليا. استراليا فيها حاجات جميلة جدا. وحاجات غريبة جدا. هو ده اللي هنتكلم عنو في حلقتنا النهاردة. واول حاجة هنتكلم عنها في جولتنا في استراليا. هو حيوان مشهور جدا. وهو حيوان الكنغر حيوان الكنغر منتشر بشكل كبير جدا في دولة استراليا او في قارة استراليا درجة ان عدد الكنغر في استراليا يساوي ضعف عدد البشر يعني عدد سكان استراليا 25 مليون نسمة وعدد الكنغر الموجود في استراليا 50 مليون كنغر يعني عدد الكنغر بيساوي ضعف عدد الناس تاني حاجة موجودة في قارة استراليا او في دولة استراليا غريبة جدا ممكن يكون ناس كتير ما سامعتش عنها وهو استخدام العملات البلاستيكية العملة في استراليا هي عملة بلاستيكية مصنوعة من مادة اسمها البلومير دي نوع من انواع البلاستيك من ضمن العملات دي بيكون في عملة 20 دولار ال20 دولار دي ماسومة نصين ممكن تقسمة نصين وبتبقى 10 دولار و10 دولار ممكن تصرف اي واحدة فيهم عادي مفيش اي مشكلة. كمان من ضمن الحاجات المهمة الموجودة في استراليا هم عاملين استراليا بلد سياحية وبلد جاذبة للسياحة. لدرجة ان في اتنين وستين الف سايح ذهبوا الى استراليا راحوا في جولات عشان يستمتعوا باستراليا قعدوا هناك ومرضوش يسيبوا البلد. في استراليا في حوالي اكتر من مية وخمسين الف تمثال موزعين بشكل عشوائي جو البلد عشان يجزبوا السياحة. فعملين تمثيل شكلها غريبة جدا. يعني تلاقي تمثال مثلا على شكل نملة كبيرة. في تمثال على شكل موزع. في تمثال على شكل تمساح. في حاجات زي كده. الحاجات دي بتكون جذبة للسياحة. اضافة ان استراليا كمان من ضمن الدول المصنفة ان هي جذبة للسكان. كمان ان استراليا مصنفة من ضمن الدول المهمة جدا اللي يمكن العيش فيها. ودي طبعا ميزة كويسة جدا. وده لعدة اسباب. اولا لان الطقس او الجو في استراليا جميل جدا. يعني الجو فيها معتدل وكويس. والحاجة التانية المهمة هي ارتفاع مستوى الداخل بالنسبة للي بيعيش فيها. من ضمن الحاجات الغريبة الموجودة في استراليا ان هما بينظموا اكبر مسابقة عالمية في استراليا بتكون لمسابقة السراصير. ايوة لمسابقة السراصير. المسابقة دي بتكون مسابقة عالمية لها صدق كبير جدا في استراليا. وفي المسابقة دي كل متسابق بيروحوا معاه السرصار بتاعه. بيدخل به المسابقة. لو هو ما عندوش ممكن في في المكان اللي هو اللي فيه المسابقة بيتم بيع السراصير. يعني ممكن واحد يشتري السرصار ويدخل به المسابقة. من ضمن الحاجات الجميلة الموجودة برضو في دولة استراليا دار الاوبرا. جم يعملوا دار الاوبرا دي جابوا مهندس دنماركي. المهندس ده فضل يفكر ازاي اعمل شكل المبنى بتاع دار الاوبرا في استراليا بحيث ان هو يكون شكل غريب او شكل فريد. هو في اسناء تفكيره كان بياكل بورتقانا. مسك البرتقانا وقطعها بشكل معين وتم عمل دار الاوبرا الموجود في السنة. وهي اعتبر من اشهر دار الاوبرا على مستوى العالم على شكل بورتقانا. توحى فكرتها المهندس الدنماركي وتم عمل دار الاوبرا في استراليا. ومن ضمن الحاجات المهمة الموجودة في دولة استراليا برضو ان هي بتضم اكبر مزرعة في العالم. المزرعة دي مساحتها حوالي 23687 كيلو متر. والمزرعة دي مساحتها اكبر من مساحة دولة اسرائيل كلها. من الحاجات الغريبة الموجودة في استراليا ان التصويت عندهم على الانتخابات بيبدأ بعد سن الثمنتاشر. في حالة لما يكون الشخص او اللي يدلب صوته عنده تمنتاشر سنة ممكن ان هو يدلب صوته في الانتخابات. في حالة تخلفه عن اللي يدلب الصوت في الانتخابات بيغرم بغرامة من 20 الى 50 دولار. في المرة الاولى بيغرم ب20 دولار. وفي المرة التانية بيغرم ب50 دولار. الاغرب من كده ان هو لو رفض التصويت للمرة التالتة ممعاه رخصة قيادة يتم سحبه رخصة قيادة منه. ضمن الحاجات الغريبة الموجودة في استراليا احنا طول عمرنا بنسمع عن حاجة اسمها المربية اللي هي بتقعد مع الاطفال وبتربي الاولاد سواء في الدول العربية او في الدول الاجنبية. ولكن استراليا في حاجة غريبة جدا تختلف عن كل دول العالم وهي استئجار الجدات. ايه بقى موضوع الجده ده? الجده دي بتكون نفس مربية بالزبط. ولكن بيكون لها اختصاصات مختلفة شوية فبتعتبر الجده كأنها نفس الجده الحقيقية بالزبط. فبتكون مشرفة على اعمال المنزل كلها وبيعتبروها حاجة مهمة جدا موجودة في البيان. بالاضافة لكده ان الجده دي بيكون عليها ضمان لمدة ست شهور. في حالة حصلت مشكلة او اي حاجة بيتم استبدال الجده بجده تاني. من ضمن الحاجات الموجودة في استراليا ان هي موجود فيها عدد اغنام كبير جدا. عدد الاغنام الموجودة في استراليا بيعادل تلاتة الى واحد بالنسبة للبشر. من الحاجات الموجودة في استراليا موجود فيها عدد شواطئ كبير جدا لدرجة ان انت لو حبيت تزور كل الشواطئ الموجودة في استراليا هتعوز تلاتين سنة. كمان من ضمن الحاجات اللي بتحصل في استراليا وما تليهاش في اماكن كتيرة بالنسبة للمطارات الداخلية الموجودة في استراليا بيعملوا اي بقى بيستخدموا زيت الطعام ويعيد تدويره بيستخدموه في تشغيل الطائرات للتنقل بين المدن الموجودة داخل استراليا. كمان في استراليا موجود اكبر ملعب جولف على مستوى العالم. مساحته بتكون حوالي الف تلتمائة تمانية وستين كيلو متر. ضمن الحاجات الغريبة كمان الموجودة في استراليا ان استراليا فيها الطريق سريع كبير جدا يعتبر من اكبر واطول الطرق على مستوى العالم. الطريق ده مساحته وطوله لو حسبناه هيطلع مساحته بطول امريكا كلها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكون مستفدته من الجولة بتاعتنا النهاردة داخل دولة استراليا. كان معكم عصام الخطيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.